اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ثم لم تنضي سنة حتى هرب من مصر لماذا لانه خاف ان يسلم بدا يشعر انه لانه صدوله العلماء صدوله العلماء وهو كبير ما كمل اشتنى بدا يلاحظ انه بتغير انا وش بدي في هالشغلة رد هرب من مصر قبل ما تنتهي السنة ها متكبرين هما مش مدرئ طبعا الكوة تكمن وين في الاسلام نفسه هو الحصانة هو الحصانة هو طيب يختصت برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم خلينا الفضل 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 سبق قلنا انه زيادة بس زيادة على ايش الفضل جامعا هو الزيادة زيادة على ايش مثلا زيادة على ما يلزم زيادة على المقرر زيادة على المعتاد زيادة على المعتاد هذا ما يزيد عن ما يلزم او ما يزيد عن ما يجب او ما يزيد عن ما هو معتاد شو اسمه فضل احنا سبق قلنا الافضلية لا تعني خيرية ممكن تفضلني مال مش معناتك خير مني ممكن تفضلني قوة مش معناتك وفي كل عصر في امم مفضلة مثلا بالقوة في كل عصر في امم مفضلة بالمال تمام مثلا ويات المتحدة في القرن العشرين القرن بتروح قاعدة يعني اللي طيب ولا بلاش في القرن العشرين ويات المتحدة كانت مفضلة بالقوة والمال على باقي الامام ولكنها خير يعني ولا هالافضلية في المال والقوة ادت الى البطش والطغيان وخسرت يعني ما كانتك صاحبة رسالة اصلا ما كانتك صاحبة رسالة زي المسلمين لما كانوا أقوياء كانوا أصحاب رسالة لإنقاذ البشرية تمام هذول لا هذول مشان استغلال البشرية استغلوا الفضل اللي أعطاهم يا الله في القرن ها أصلا هذا بثبت أن الدول الاستعمارية هاي أنه دينها مش هالإشي المتمكن يعني من نفوسهم وإلا لو كانوا هم ما بيظلموا الشعوب ولا بيطهدوا ولا بيمتصوا خيراتها إذن الفضل البيعين الخيرية كلنا لا الأفضلية فقط بتكون خيرية لما تكون بالتقوى الأفضلية فقط الزيادة بالتقوى ولذلك سبق كلنا وهذا من مرمروه سريع أنه أكثر آية ذمة اليهود في الكرآن قول الله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم العالمين أكثر آية بتزم ومع ذلك يا سبحان الله بظنوها تمدح لما واحد بتقوله ولك يا قليل الحياة قداش أعطتك أنا وقداش فضتك عن ناس كلها وقداش أعطتك وبتخون كمان بتخون هذا بمدح فيه قاعد هذا بمدح فيه بقولهم اذكروا اذكروا يا أخوانا يا اللي بتنسوا أعطيناكم وأعطيناكم 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 وهو أصلا بذكر النعم اللي أعطاهم وفي الأخير بقولهم إيش إنه ضرب عليهم الذلة والمسكنة ماذا هم هيك أعطيناكم ما هو كلنا لكم في كل عصر فيه أمي مفضلة بشيء مشان تختبر وتبتلى ما هو يبتلى الإنسان أحيانا به إذن الفضل شو هو مش بس مجرد الزيادة الزيادة على إيش الزيادة على ما يلزم مقرر الزيادة على ما هو متوقع معتاد بزيد كيف لما مثلا شركة ما بيشوفوها مثلا إنه منزل منزل للموظفين في شهر معين الزيادة على الراتب كذا هذا الزيادة شو اسمها فضل ما بديش أخد بالفضل لأنه سبق تحدثنا في الفضل والله والله ذو الفضل لأنه أصلا كل ما يعطي الله عباده مخلوقاته من عطاء هذا أصلا كل فضل لأنه فيش على الله مقرر إشي فيش على الله مقرر إشي فيش على الله واجب إشي كل تفضل منه كل تفضل منه والله ذو الفضل العظيم خلينا في العظيم شوية العظيم والكبير في عظيم وفي كبير لما تقول كبير معناته في صغير مراته الكبير صغير مرات الكبير صغير مثلا في الدار أنت بتقول مين ابنك الكبير كنقال ابني الكبير فلان قداش عمره 8 سنين لأنه هو الكبير لأنه في منه تحت 6 سنتين وسنة فهو الكبير بس ما هو هذا الكبير صغير إذن هذا الكبير طبعنا ولكن عندما تقول عظيم هفكرة ممكن نكون إشي كبير بس مش عظيم يعني مثلا بيت كبير كله عبارة عن قش وخشب وتفاصيل وهذا البيت الكبير اللي ما يخذ قداش دنم بقت كبير لكن ممكن تجد فيلا 100 متر مش ألف عظيمة من كثر ما فيها إيش إتقان هندسي وفيها 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 وكل في مليار تمام إذن العظمة دائما تكون مرتبة لحظها مرتبة فوقية العظمة مرتبة فيها فوقية سواء في القدرة سواء في القدرة أو سواء كانت في فرضو حتى في الكبر برضو في الكبر ممكن عظمة في الكبر بتكون إيش فيه إلها فوقية في الموضوع وتفوق يعني أقصد تفوق في الكدرة تفوق في الكوة تفوق في كذا في السؤدد زي ما بيقولوا تفوق في السؤدد كله بيسموها عظمة إذن العظمة تقابلها الحقارة تحت يعني لكن الكبير شو بيقابله صغير وزي ما قلت لك الكبير مش ضرورة يكون كبير إلا لأنه منسوب إلى الصغير مش ضرورة يكون كبير إلا إنه منسوب إلى الصغير بس العظمة مرتبة فيها تفوق مرتبة فيها تفوق ولذلك العظيم في كل صفاته يعني المتفوق في كل صفاته على الكائنات والمخلوقات العظيم الحقيقي من؟ الله متفوق في كل صفاته على مخلوقاته لذلك الله العظيم وإذا كان من ضمن العظمة الكبير فهو دائما أكبر وإما بيروح خيالك فهو أكبر هذا مفهوم لا نهائي كلمة الله أكبر مفهوم لا نهائي يعني وإما راح ذهنك في الكبير فهو أكبر وإما راح ذهنك فهو أكبر أكبر لوين الآن يجوز مثلا أنه نكون عن فلان عظيم آه طبعا والرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى ملك الروم شو قال إلى هرق العظيم الروم لأنه يعظم من قبلهم وصاحب مرتبة متفوق عليهم فيجوز إطلاقها يعني فيه هذا يجوز إطلاقها على زي مثلا الله كريم والله الكريم وممكن حاتم الطائي كريم وإنتوا كريمين إن شاء الله والكريم هو النفيس في ذاته على فكرة بالدرجة الأولى معنى الكريم في اللغة هو النفيس في ذاته هذا معنى الكريم أصلا النفيس اللي هو نفاس في ذاته وهذه تختلف لكن الكريم الحقيقي مين طيب وإنتوا فيكم رحيم بالمؤمنين رأوا في الرحيم صلى الله عليه وسلم بس الرحيم الحقيقي آه بس الرحمن الله الرحمن الممتلئ رحمة يعني الممتلئ رحمة الرحمة يعني الله لكن ممكن رحيم ممكن يكون في البشر تمام فالعظمة العظمة ممكن تكون في الكبير عظمة يعني يعني كبير بتفوق ما فيه مثله فهو أعظم شيء مثلا عظمة وفي القوة وفي المركز وفي الشرف آه إذن مرتبع فكرة العظمة تمام والله ذو الفضل العظيم طيب